بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أرحب بكم أخواني وأخواتي في هذا اللقاء الجديد والذي نقف وإياكم فيه مع آية من آيات الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم لنقف وإياكم فيها على ما فيها من الدروس والعبر على الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول ونسمع الآية التي معنا في هذا اللقاء قول الله تبارك وتعالى في سورة يوسف هذه السورة العظيمة التي لا يمل الإنسان من قراءتها ومن سماعها سواء أن تتلى عليه أو أن يتلوها بنفسه لما فيها من الدروس والعبر الشيء الكثير فيقول الله سبحانه وتعالى على لسان يوسف عليه الصلاة والسلام قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم معلوم لديكم أحبة في الله أن هذه الآية وهذا الكلام الذي قاله يوسف عليه الصلاة والسلام عندما جاءه الرسول من الملك من ملك مصر وفسر له الرؤية بذلك التفسير العظيم المبارك الذي ينم عن يعني عن رؤية ثاقبة وعن قدرة قيادية فذة لهذا النبي الكريم صلوات الله وسلام عليه فأعجب الملك كما هو معلوم ثم أخرج يوسف عليه الصلاة والسلام بعد أن أصر يوسف عليه الصلاة والسلام أن لا يخرج من السجن وهو الذي أدخل هذا السجن مظلوما مفترى عليه صلوات الله وسلامه عليه ومع ذلك أبى أن يخرج من هذا السجن بعد سنوات طويلة إلا أن تثبت براءته على رؤوس الأشهاد وهذا الذي كان كما تعلمون في القصة المعروفة ثم عندما دعاه الملك وعرض عليه أن يشاركه في إدارة هذه الدولة هنا قال يوسف عليه الصلاة والسلام هذا الكلام قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم ولذلك يقول الشيخ السعدي رحمه الله وقال ابن كثير رحمه الله في قول الله عز وجل اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم قال ابن كثير مدح نفسه أي يوسف عليه الصلاة والسلام وهو أهل لأن يمدح صلوات الله وسلامه عليه والكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف المعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قال ابن كثير مدح نفسه ثم قال ويجوز للرجل ذلك أي أن يمدح نفسه ويجوز للرجل ذلك إذا جوه إلى أمره للحاجة يعني مثلا وهذا الأمر له تطبيقات في واقعنا وفي حياتنا المعاصرة كثيرة جدا يعني مثلا إمامة الصلاة في بعض الأحيان مثلا يكون إنسان في جماعة في غير المسجد أن المسجد لا يجوز التقدم إلا على الإمام الراتب لكن تكلم يكون في جماعة مثلا في غياب إمام المسجد أو في المصلى أو في أي مكان فتجد بعض الناس وللأسف ممن هو أهل للتقدم الأقرأ الأفقه كما أمر بذلك أو وجه بذلك النبي صلى الله عليه وسلم عند إمامة المسلمين الإمامة في الصلاة تجده يعني بدافع التواضع وبدافع هضم حق النفس وبدافع عدم التقدم وتزكية النفس لا يتقدم وهو يعلم والمشكلة أنه يعلم أنه هو الأحق بالموجودين بالتقدم لما من الله عليه من حفظ كتابه أو الفقه في الدين فلا يتقدم ويدع الآخر أن يتقدم وربما يتقدم ما ليس أهلا للصلاة في الصلاة فيضر هذا الأمر بصلاته الذي تقدم وهو ليس أهلا يضر بصلاته وبصلاته غيره فهذا حقيقة كما يقال يعني هضم للنفس وورع ليس في محله لسنا بأفضل من يوسف عليه الصلاة والسلام فينبغي للإنسان وهذا درس عظيم من هذه الآية العظيمة أنه إذا وجد من نفسه نفعا للأمة ونفعا لجماعة المسلمين ولم يتقدم غيره فعليه أن يبادر وأن يطلب هذا الأمر ليس حبا في المناصب والهيئات والرئاسات حاشاه عليه الصلاة والسلام وإنما هو فعل ذلك لمصلحة العامة ونفع الأمة لأنهم كلهم في سفينة واحدة فإذا لم يتقدم الصالحون ولم يتقدم الأخيار ولم يتقدم أهل الاختصاص والخبرة في مجالاتهم وترك الأمر لكل أحد أن يقول ما شاء كيف ما شاء هذا الضرر لن يكون قاصلا على هؤلاء الجهلاء إنما سيتعدى الضرر على سائر الأمة وسيكون الفساد في البلاد وبين العباد أيضا قال السعدي عليه رحمة الله في قول الله تبارك وتعالى في ختام هذه الآية عندما قال قال اجعلني على خزائن الأرض أي كما نقول في التعبير المعاصر وزارة المالية الجهة التي بيدها الإنفاق لأن هذا الأمر مبني على الرؤية التي رأاها الملك ستأتيهم سنوات عجاف ثم بعد ذلك سنوات فيها شيء من اليسر وهكذا أو العكس سنوات فيها خيرات ثم سنوات عجاف فتحتاج إلى إدارة مالية وإلى شخص يفهم في هذه الأمور فقال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم قال السعدي رحمه الله قال يوسف عليه السلام طلبا للمصلحة العامة إذن ليس طلبا في الرياسة حاشاه عليه الصلاة والسلام وهذا هو حال سائر الصالحين يفرون من الرئاسات والمناصب لأنها كما قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وردامة إلا من يقوم بحقها وأن يؤدي هذه المسئولية العظيمة فقال قال يوسف طلبا للمصلحة العامة طلب الخزائن للمصلحة العامة يعلم من نفسه قال اجعلني على خزائن الأرض أي على خزائن جبايات الأرض وغلالها وكيلا حافظا مدبرا لأنني أعرف هذه الأمور ثم قال سبحانه وتعالى إني حفيظ عليم أي يقول يوسف أي حفيظ للذي أتولاه فلا يضيع منه شيء في غير محله قال وضابط للداخل أي الإرادات كما نقول بالتعرف المعاصر للإرادات للغلة وضابط للداخل للإرادة والخارج أي المصرفات منها عليم بكيفية التدبير والإعطاء والمنع والتصرف في جميع أنواع التصرفات ثم قال السعدي رحمه الله مؤكدا على هذه المسألة العظيمة من طلب يوسف عليه السلام لهذه الولاية أو لهذا المنصب ليس حبا فيه في المنصب ذاته قال وليس ذلك حرصا من يوسف عليه السلام على الولاية وإنما هو رغبة منه في النفع العام وقد عرف من نفسه عليه السلام من الكفاءة والأمانة والحفظ ما لم يكونوا يعرفونه قال فلذلك طلب منه الملك أن يجعله أو لذلك طلب من الملك أن يجعله على خزائن الأرض فجعله الملك على خزائن الأرض وولاه إياها وما هي النتيجة التي ترتبت على هذا الأمر أنه زهرت الأمور في مصر ولم يلحقها الجد الذي ضرب النواحي الأخرى والتي أصبحت مصر قبلة للقوافل وللناس من حولها لأنها قد أصيبت بلادهم بالقحط والجد لقلة تدبيرهم ولم تصب مصر بفضل الله أولا ثم بحسن تدبير يوسف عليه الصلاة والسلام وفي هذا الدرس العظيم أنه لا بد أن نضع كما يقال الشخص المناسب في المكان المناسب لأن الأمر لا يعود كما قلنا على مصلحة الأفراد إنما يعود على المصلحة العامة الإسلامية والمسلمين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح هذا والله أعلم والحمد لله رب العالمين نادي الاقتصاد الإسلامي لكل طالب علم يبحث عن التأصيل والتميز تحت رعاية جمعية إنسان الخيرية